السابسكشن التاني في الشابتر الخامس هنتكلم في يعني الكاميرات. طيب عايزك تتعرف على مكانات الكاميرا او سي ستي بي كاميرا كبلوك دياجرام. اول حاجة بيعدينا اللنس. اول جزء في سي ستي بي كاميرا بيبقى اللنس او العدسات. ودي المهمتها بقى ان هي ايه تسحب الضوء عشان دخلوا جوا الكاميرا. بتدخلوا بعد كده لحاجة اسمها الايمي السنسور. ده حساس. يعني سنسور حساس جدا للضوء. اه ومهمته ياخد الدوء ده يبتدي يحاوله الصورة. اه بيحاوله الصورة ازاي بقى? عن طريق دي اس بي. او الديجيتال سيجنال بروسيسور. نيو عبرها عن شباية. ودي اللي بتقوم بالدور الحقيقي لمعالجة الصورة. اه فبالتالي ايه العدسة بتسحب الضوء. الامج سنسور بيبتدي يعالج الصورة يبقى عشان يعملها المعالجة الحقيقية ويحاولها الديجيتال امج او صورة رقمية. طيب. اه مين بقى بيساعدوا في الدور ده? وبيقوم ببقى المهمة ككل. اه السي بي او الكمبيوتنج بروسيسنج يونت. اه خد بالك الدي اس بي ده يعتبر جزء من السي بيو جوا الكاميرا. اه فاكر في شابتر فور لما اتكلمنا ان اه كل الاجهازة عن النيتورك. اعتبارها كمبيوتنج ديفايس. هي دي الاسباب. كل الاجهازة اللي عن النيتورك. يعني حرفين بجواها كمبيوتر صغير. جواها السي بيو. وساعات بجواها رام وروم. يعني زي الكاميرا بتاعتنا الكاميرا دي بجواها رام وروم. اه الروم طبع عشان تحفظ بتاع الكاميرا. اه البرنامج اللي اللي تحط عن طريق مصنع عشان يشتغل الكاميرا. والروم اللي هي بتحفظ بها بتاع الكاميرا او البيانات اللي بيحطيها المستخدم. فزي ما انت شايف كده حد هنا كده دي عبر عن بي سي بي دي دي بوردة. بيبقى فيها شباية بتقوم بدور وشباية مساعدة بتقوم بدور او اه زائد رام وروم. اه ده اخد بقى ده احكيها بنيتكلم عن كمبيوتر. طيب. اه ده احنونا الرام وروم بقى يعني زياد على كده بيكون فقى ايه? ايسا نيت بورت. وبيكون فيها الارم بورت. تمام? وبيكون فيها بقى زي مايك والاس دي كارد وعكزا. يعني ايه بقى? بيكون فيها بورت نيتورك. احنا اتكلمنا عن وعرفنا الارد وير بتاعها والسفتوير. طيب. اه وبي فيها الارم بورت. دي عبارة عن بورتات اه ريليز الحقيقة. يعني ريلي متوصل على امبوت انا او بط موديولز. اه بحيس نيه ايه تتحكم في حاجة خارجية. اه حصل حركة قدام الكاميرا. احنا برمجة هبحس ايه? يعني حصل حركة قدام الكاميرا يبتدي ايه ايه او متوصل مع الكاميرا. اه خد بقى ده جزء من ده من اعتبر هنتكلم عنه يعني بايه مضوع بسيط فيه. وبقى كده بيبقى بورتات تانية بقى زي المايك والاس دي كارد وعكزا. يعني مسلا زي ما انت شايف ده ظهر الكاميرا. اه دي بس يحطين الصور دي عشان نواريك بس بورتات. يعني الاوبت موديل اي او موديل. زي ما انت شايف هنا فيه اوبط. اه سنسور ساعات بعض الكاميرا بتاخد من جهاز خارجي. اه ودي برضو من استخدمة في يعني مسلا تخيل لو في حصل مسلا جهاز بتاع موشن او باب مسلا يتفتح. بنوصل على الباب ده. يبتدي بعد اشارة للكاميرا تبتدي السجل مسلا. يعني هنتكلم احنا عن كل الايه المحتمل. اه سواء له بس مجرد بس رؤية سريعة. بيكون فيها الار اس اللي هو سيري اه ربعمائة خمسة وتمانين عشان خاطر مسلا ايه كنترول حاجة خارجية او كده. اه باور او باور امبوت. احنا في الحياة مش ميستدموا طول الوقت في التكنولوجيا الحديثة يعني عشان عندنا كل التكنولوجيا دي عايمة على ايه ايه. اه طبعا لنا كلام عن ايه تاني مسلا ام يعني مدخل تاني البورتات السيرية لبرمجة. اه امبوت بتاع مايك او بتاع سماعة وكزا. في ايه دي الاثر الاثر بورتس موجودة في الكاميرا. فكده ببساطة ده كده بيشرح التكوين لاي كاميرا اتمرأبة. يعني اي الكاميرا دي ايه ده لو اي كاميرا اي مع يعني. اه ده بيبقى مكوناتها بالزبط. تمام? بتشتغل ازاي بقى كاملة امبرأبة? ايه نزلية العمل لكاملة امبرأبة? بص ببساطة شديدة كده هنشرحها ببساطة شديدة واحدة واحدة ايهات بين الرؤية كاملة. اللي على ايه دك الشمال ده عبارة عن العدسة والامل السنسور. الجزء اللي هو الاسود فق احمر ده العدسة. والجزء الرمادي ده هو الامل السنسور. بعد كده بقى بقى الكاميرا يكون في الدي اس بي وبقى كده السي بي وهكزا. بس احنا بس هنشرح النظرية الجزء اندو اللي هو العدسة والامل السنسور او حساسة الصورة. ايه اللي بيحصل معش ان الكاميرا تبتدي تقدر تصور او تصور الشخص او تاخد اي صورة مما كانت. اللي بيحصل ان الكاميرا بتاعت السي ستي بي واي كاميرا في الدنيا ايه مع نظرية الحسن من الهيسم بتاعت نعكاس الدوق. فبيحصل ايه? في دوق بيجي على اوبجيكت بتاعنا او عالشخص بتاعنا يبتدي ينعكس على الكاميرا. اللينس بقى او العدسة زي ما انت شايف دورها ان هي ايه تاخد كل الدوق ده تجمعه وتبعته للامل السنسور او حساس الصورة. الامل السنسور ده اللي بيحوالها صور رقمية عن طريق دي اس بي. تمام? اه فزي ما انت شايف كده اه الدوق ييجي على الشخص اللي قدامنا. يحصل له انعكاس عن طريق عدسة الكاميرا. عدسة الكاميرا تجمع على الاضاءة. تبعتها للامل السنسور يحوالها صور رقمية وهكزا. فلو خدت بالك من العملية دي هي عبارة ايه عملة تبع على الصور. الكاميرا عملة تاخد صور. ما بتصورش فيديو متواصل. مفيش في الدنيا كن لها حاجة اسمها فيديو متواصل. الفيديو متواصل ده ابرع مجموعة السور ورابعة ده تكون فيديو. ده هنتكلم عنه في الدرس الجاي على طول هم يجي نتكلم على تعمل لكن دلوقتي ايه كده احنا فهمنا نظرية عمل الكاميرا. اللي بيحصل بكل بساطة. زي ما انت شايفت ضوء ييجي على الشخص ينعكس على الكاميرا يبتدي اللينس او العزة تجمع اللي تضوء كله تبعته على سنسور بعتها على دي اس بي دي اس بي بعتها على سي بيو وهكزا. لعد ما في النهاية نطلع مجموعة سور متواصلة نتكون بها فيديو. آآ فده ببساطة نظرية العمل اللي كاملتهم رأبة. يبقى كاملتهم رأبة بتتكون من وان تو سري وبتشتغل بالطريقة دي. تمام كده? طيب ده بس اللي كنت عايزين نعرفه من محاضرة تحت النهاردة. نحن بس نتعرف على مقامات الكاميرا. نعرف الكاميرا بتتكون من ايه. آآ ونعرف نظرية التشغيل بتاعتها. ازاي الكاميرا بتشتغل? الكام درس الجين دور بقى نتكلم فيه عن حاجة اسمها جودة الصورة بتتحدد بناء على ايه. يعني فيه عندنا اكتر من عامل برضه نتعرف عليهم بسرعة جدا. آآ بحيس بس نعرف او جودة الصورة بتتكون بناء على ايه. شكرا.